السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وكملين بكم على خير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم اجبت لكم هذا الرشيما هذي اللي كون زباق لي وريت لكم فوح جلا بفك حل وقلتولي نعملكم تطبيق ديالا اليوم ما اجبت لكم طريقة ديال الخدمة ديالا كيفاش كتتخدم قوم معيا باش تشوفوا طريقة التفصيل ومع الشرح على الأنوع ديال الحجيرة اللي دخلت هاد الحجيرة الطويل ومهم هاد الحجيرة كاملين الشرح المميل قوم معايا تل اخر الفيديو ومشاهدة ممتعة بالنسبة للوازم اللي غنحتاجوا في هاد الفيديو هاد غنحتاجوا هاد الحجيرة اللي طوالين جوهر طويل كيقولولو الأورنج وهاد الوين اللي يعاطي الألوان وغنحتاجوا هاد المكواة صغيرة اللي براه والمقص وبطبيعة الحل ما نسوش الرشمة هي هادي والخرج اللي هو هاد باش كنخرجوا رشيما على التوب ديالنا بالنسبة للبنت اللي كانوا ساقسوني على هاد الخرج هاد اللي كان خرجوا بيها على البياسة بالنسبة لهذا كيتبع عند موالي الحجار كاملين وكيتبع بعد مراتها عند مكتابة اللي هي بيعودك شديال العواون صغاري ودابا غنبدو الخدمة غنبدو المكور كيف كتشوفو كنخدم كنعمل ثلاثة ديال الحجيرات او لبعد مرات كنعمل أربعة وكررجع في وحدة باش كيجيني خط مستقيم كيجينيني لان ما كيبقاش يهرب لي على بعضه على هاد الشكل هادا كيف كتشوفو في الفيديو بالنسبة لهذا الحجيرات هذا المكور هادا هذا المكور العادي ذاك الحجيرات العادية مش شي ماركة ولا شي حاجة حيط الصراحة نحاسي هادا دائما كنخدم به مع عمرو وقع لو شي حاجة ما تقشر ما كيتقشر ما كيوقع لو تشي حاجة يعني وخامة شي ذاك الماركة اللي مزيانة بزيف بالحق مزيان من الصراحة ما كيوقع لو والو بالمرة لذلك انا دائما كنشري غير هو ما كنشري شي شي ماركة اخرى ديال هادا الحجيرات مكور خصوصا هادا الحاسي هادا واللي بايتنقوا لكم حتى ذاك الجهر اللي طوير اللي اديت حتى هاداك باش شي شي ماركة اللي مزيانة هاداك هاداك العادي مرة غير شنو اللي فيه اللي كي يجبني فيه اللي مزيون باش تعرفوا تخطروا هاداك الحجيرات اللي طوالين هاداك المهرس اللي طويل دائما شوفوا هاداك اللي كيكون فيه الشعلة كيكون فيه الشعلة يعني كيتموج كيتموج على حسب اللون اللي اللي انتنا لبسه هاداك هاداك هو اللي مزيان كيكون كيعطي الشعلة بزيف كيعطي كريستال هاداك هو اللي مزيان هاداك مكيوقع لوتشي حاجة من ناحية ديالتصبين وانا من ناحية ديالالامايا موين مكيوقع لوتشي حاجة بالمرة وعندي بالتجريبة عندك هاداك وعندك تلموظونا نفس الشكل دائما ديو الموزونا اللي كتتبوش كتعطي الألوان حيث ماكيوقع لاتشي حاجة وعندي بالتجريبة يعني ماشي بالضرورة ممشي وتشريو شي حاجة اللي غاليا دبع بحال انا جبرتوني شريت هاد المكوار شريت ججراهم وشريت ذاك الأورنج اللي هو لاجوري ذاك الحجيرات طوالين ججراهم واخر عو تاني ججراهم وانا عن خدم بها الرشي ما وصافي وكيبقى مزيان وعندي انا بحال يقول لكم ربط جريبة يكونوا هانين ودبع كيف كتشوفو جبرتوني خدام هاد الحجيرات طوالين انا كنخدموهم على هالطريقة وانتو ما تشوفو الطريقة ديالي في الفيديو كل طريقة بوحديته كل كل طريف بوحدة حق دائما انا كنحاول نخدم على حسب باش باش ما يوقع علي تشي حاجة باش الزوا قد جيني بحال يخسني انا جين مرة كنخدمها بالوحدة مرة كنجمعها على هيدا اذا بغيتها مثلا جيني بسنت فاوم عوطة كنخدمها هيدا واذا بغيتها تجيني شوية شوائية كنخدمها بالوحدة باش نعمل اللي بغيت انا صافي مي كان خدمها هيدا كاملة وكان بقى نرجع في كل حجيرة كنرجع فيها بهذا الطريقة هادي وده بغى نخليكم مع الفيديو باش تشوفو الخديمة بالتفاصيل وحيتش مبغيتش نسربي الفيديو بزاف حيتش كينين بنت معانا اللي قالوا انوا مبتدئين وما كيعرفوش كيفاش يخضبوا الحجيرات على ذاك الشي انا خدمت يعني حاولت اناني ما نسربيش الفيديو وكنتمنى يكون يفهموا ويلا ما فهموش مية في مية مقدر نعملكم دروس اخرين ديال مبتدئة بالنسبة لهذا المرمى هادي حيتش بزاف ديالنا السقسة ونعليها قالوا لي كيفاش كتعمل كتخدم بوحليد انا كنخدم بوحليد اول حاجة انا من دائما وخا ما كانتش عندي هاد المرمى كنت كنخدم بوحليد دائما كنخلي وحليد من تحت ووحليد من الفق حقدابه علاش كنخدم بوحليد حيتش المرمى كتسهل عليها بزاف حيتش عندي لسقف الطبلة وبالنسبة اللي ابنت اللي ما شافوشي طريقة ديال الصنعة هاد المرمى انا خليلكم اه هذا خليلكم رابط دياله في صندوق الوصف دخلو وشوفو طريقة دياله راس سهلة الصراحة وكتسهل الخدمة الواحد درجة اللي كبيرة انا ضغية دبا بحل هاد الشيما هدي ضغية سانيتا يعني في مهارة غير من ناحية ديال طريقة ديال الخدمة كتسهلة بزاف بزاف اللي ما فهمتش الطريقة ديال الخدمة اللي كنخدم بوحليد مزيان بغيتو نعملكم شي فيديو خاص غير بالطريقة ديال الخدمة ماشي على شي زواقها اول شي حاجة غينوريكم كيفاش كنخدم انا بوحليد وكتخروج ليزعمال الخدمة مزيانة وفي نفس الوقت كتسهل عليها وحاجة اخرى ما ننسوش الخيط دائما على اربعة كيف ما تسانسو غاتبقو تخدمو اذا تسانسو كتعملو الخيط على جوش غاتبقو دائما هيداك تسانسو على اربعة غاتبقو نفس الشكل هكذاك لذلك دائما عاودوا راسكم تخدموه بالخيط على اربعة بالنسبة لهذا الرشيمة هادي اللي فيها مزيونا هي انها كتتقام اقتصادية اذا بغيتها تخدم راسك راك تخدمه وهي رخيصة يعني ما كتتقام شي لك حتى بثلاثين درهم ما تتقام شي لك بالحجيرات بكل شي يعني كتتقام لك رخيصة هادي اول حاجة وثاني حاجة اذا بغيتها تخدم الشي واحد عاود نفس الشكل جلبة ديالة هادي كنت كان خدمة سبعمية وخمسين درهم جيهة وحدة حيث هادي كتتخدمي جيهة وحدة ما كتتخدم شي جوجيهات وخدمت منه مكتار من عشرة ديال جليليبات هيت اش كتتعجي بالناشط الزواقة ونزيدكم واحد الحجارة في مباشرة كتجي احسن متصوير بألف درجة وتلوانات كيلعبو دور واذا خدمت بوح ديتها كنخدمة مبيتين وخمسين درهم هذا هو الثمن دياله حيث خصوصا مي كتعمل شير شي ما بيدك وشير شي ما ما كيناشي كتقدر تتحكم في انك تطلب الثمن اللي بغيته حيث اش بزاف ديال الناس كي سقسوني الى الاتمينة الاتمينة دائما كتختلف علاش على حسب الكليان شكون معنا التعامل وشي واحد كي بغي شي حاجة مزيانة وشي واحد كي بغي شي حاجة غالية يعني على حسب شكون وعد مباشرة مع الكليان ماشي هي مع الخياط وماشي هي مع عمر الحجر يعني كل واحد وكيفش وكيفش تقدر تتعامل معه من ناحية الاتمينة وعد حاجة اخرى اهم حاجة يا دائما حالي كان قولكم دائما دائما خذكم تتقدمون القدم دائما زيدوا القدم ما تبقوا شي واقفين في موطعكم يعني ماشي دائما نفس الثمن دائما كتخدم بالرخة كتبقى حياتك كاملة او لا دائما كتخدم الخياطة تبقى حياتك كاملة لا دائما اي وحدة كتنبت ناصحة ديالي ليلة تتعلم تنبت اها تخدم مزيان بالحق الصدروري تفكر ان هاتج مع راس المال ماشي تقدر تعمل شي حاجة تهية في حياتك يعني ماشي تبقى دائما حياتك كاملة كتنبت ولا كتطرز ولا كتخدم الرنضة وصافي يعني مغا تعمل تشي حاجة في الحياة ديالي لا العكس خصك تنتين يجي واحد وقت اللي تبقى تعلم فيه الناس او لا تخدم فيه البياسات الكبارين وتشبر الخياطة كاملة وتقدر تدير ربح ديالك بدون ما تخدم بيدك مرة هذه خصك دائما اي وحدة كتسمعني دابا خصك عمله بالا سكوم دائما تحولوا انكم تزيدوا للقدام مشي ترجعوا اللور اولا كتبقى حياتك كاملة وانتينة كتخدم الرنضة اولا كتنبت اولا كتطرز وفالاخرها تشوف راسك تقدمتي في العمر وانتينة ما عملتي تشي حاجة في الحياة ديالك الناس كاملة يقدروا يوصلوا الا انتينة انا كان نصحكم هاد النصائح حياتش خالبي عليكم حياتش حامل وحدة كانت كتجي عندي مثلا مسكي نمرة كبيرة يك كتجي نمرة كبيرة وياك اطلب تخدم الرنضة وياك ما كتقدش تقدره انها تشوف والمشكل شنو هو المشكل هو انك ما فكرتين شي في صغرك باش تجبردك شي في كبرك يعني دائما لوحد تخصو يخدم عقله انا كان قل لكم دائما رب العقل تقدروا تبصلوا لأي حاجة بغينها انتوما دائما فكروا بالعقل شوفوا راسكم وش انتوما خصكم تبقوا هيداك وخصكم شي تزيدوا للقدام بخصكم شي ترجعوا شي حاجة اخرى دائما لوحد خصو يكون طموح دائما لوحد خصو يعمل اهداف بغرد عينه باش تتغير من حال الى حال لذلك انا اي وحدة دا ما كتتسمعني في هذا الفيديو سدائما تفكر بانها مخصة شي تبقى في موطعة انا نبغي يكون كاملين تزيدوا للقدام ما نبغي تشي وحدة تبقى في موطعة دائما كتنبت اولا دائما كتطرز اولا دائما ويمك تعمل حاجة وحدة ما كتتقدم شي للعكس سكتتقدم باش كتكون دائما قوية كتكون دائما شجعة وكتكون عندك ثقة في النفس هيتش كتشوف راسك كتقدم خطوات للامام ما الشي كتبقى دائما في موطعك وكتشوف الناس مثلا كيتقدموا الا انت هنا لا ويمدى بانتو ما كتشوفوا الفيديو الطريقة ديال الخدمة دياله بدون ما نشرح رأي الخديمة واضحة غير شنو كين اللي كانعملوه مستفين وكين اللي كانعملوه معنا هاتشكل هادو انا قلت سنعطيكم بعض النصائح يعني كنضون الشرح واضح واذا كانش حاجة مشية هادي قلوها لي وبالنسبة لوح الأخت قتلي باللي هي خدامة وعند الخديمة مزيونة والناس كي طلبوها لها وتحدث رجل دياله وتحدث الدنيا زعمة باش قدرت انها تخدام قتلي انا كانت تبعاك وكل شي وخدمت وسعفتك وخدمت الحمد لله خدامة وكل شي هي من الجزائر وقتلي باللي مشكلة دياله هو انها العقز فيها العقز يعني ما كتقدرش الكسل ما كتقدرش انها تنوض وتتحرك وتخدم ما كتخالي الشغل معرم عليها وما كتطوض شي تعمل شغلة بالنسبة للك أختي نقول لك عرفتي الواحد الواحد علش كي يقز حيث ما كيكونش عندو شي هدف في الحياة دياله كيكون غي ماشي وصافي خدامة اه بالحقسي راسك أنا علش خدامة شنو خصني نعمل شنو نخصني نحقق في حياة ديالي خصني شري الدار او لخصني شري الطموبيل او لخصني شري التليفون او لأ شنو بغيتي علش خدامة هاد السؤال هادا مهم بزف عرفتيش علش كيخليك انك تخدم كيخليك انك تكون ناشيطة وتمضو تخدم وما تكون شي كسلانة ومرخية حيثش كيكون عندك شي هدف خصك توصله وخامي يكون عندك شي هدف في حياة ديالك كن اكيدة خصك تخلق شي حاجة راسك حليش فكر شنو خصك تعمل نروري خصك تعمل شي حاجة علش انت هنا خدامة هاد السؤال هادا غيخليك اول حاجة انك تتجع وتخدم وتزيد تخدم باش تقدر توصل ديالك شي اللي خصك حال مثلا اذا كنتي وقفة وقد شوف شي حاجة بعيدة وخصك توصل ديالك الحاجة ياك غتتحرك وغتمشي باش تجيب ديالك الحاجة ياك بالحق اذا ما كان عندك انت هنا تشي هدف كيفاش خصك تخدمون تينا ما عاملة في بالك تعب في عقلك تشي حاجة خصك توصل لا تتحرك شي بعد نزيد ديالك واحد الحاجة بالنسبة للناس اللي كيعجزو ديالك شي تقدر مثلا تعمل شي صاحبتك وتبقى تهدر معها هتقول لشنو رأيك نوضو في الصبح ونخدمو عيط لي وانا نعيط لك ونهضرو ونحمسو بعضيتنا هادي كتلعب واحد دور كبير وكتحمسو بالصح اولا شي وحدة تجي تخدم معك اذا كنت كتخدم في الدرش وحدة تجي تونسك حيطيش عادة مي كتتونس بالنس اللي كيكونوا أصلا هما خدامين يعني بحالك وخدامين وكينوضوا ويتحركوا وذلك شي تينة بيدك ترجع بحالهم بالحقي دا كنتين تينة كتعرف غير الناس اللي ما كيخدموش شي ولي كيعقزو ولي ما كيقدروش يتحركو ران تينة بيدك تكون تلقائيا بحالهم ومتحدى اي وحدة مثلا تعايت لشي وحدة وتقول لها هي اي خدامة وذلك شي وتقول لك اخرى لا انا جبارتيني نعسى ومغطية في البطانية والبرد وكنتفرج تينة بيدك يجيك الفاشل غطرها وغطعيا وما تقدرش انك تخدم اعلاش حيتاش العامل النفسي كيلعب واحد دور كبير بزا فعلينا وحنا يوما كنتبهوش هذا الحاجة بالحق العامل النفسي دايما كيلعب دور كبير على ذلك شي كنقول لكم بعد النوات ما فيها بس تكذبو على راسكم في شي حاجة وتيقوها وتيقوها حيتاش العقل ديركم ما يتيقها من مليون في المية اذا غير قلتي مثلا انا قصني الخدمات جلا ما ضروري اليوم ما حيتاش حلوال وغدام ملاتها غدجي هي انتين عارفها ملاتها ما غدجي شي غدام حق مين هتقول لهذا العقلك غتمود وغدتحرك وغدتخدمها يعني غدتحمس دائما حاولوا علشان انا كان قولكم حاولوا يكونوا في حياتكم ناس ايجابيين ناس اللي هضروا معاهم من ناحية الخياطة اللي كيكونوا تاوما حركيين ومتحمسين باش تتحمسوا وتخدموا ودائما خصكم يكونوا عندكم اهداف الحياة ديالكم باش تقدروا توصلوا لأي حاجة وتفكروا بلي غايجي واح الوقت اللي ما تكونش عندكم هاد الصحة اللي عندكم دابة وهاد الراشط اللي غايكون عندكم دابة لذلك خصكم تخدموا دابة باش تجمعوا راس البال باش تقدروا تعملوا شي حاجة حيات اي واحد كيبدا مزيرو وكيطلع بحال مثلا انا في الول من بديت كنت غايكا نتعلم كنت غايكا نخدم انا اللي جمعت راس المال باش قدرت نفتح ما حال انا اللي جمعت راس المال باش قدرت نفتح ما حال اخر يعني بحال اللي كيقولوا كونت راسك براسك ودائما توكلوا على الله ان شاء الله توصلوا لأي حاجة بغينها وكيف كتشوفوا هاي يرشي مدينا كيفاش كنخدموها غاي سمحوا لي طولت عليكم الفيديو هاد المرة حيتاش كين البنات اللي قالوا لي كتزربتي بفيديو بززف عليها هدا حاولت انني منزربو شي وعملت فيه تقريبا 26 دقيق وكيف دائما نبغيكم تكونوا دائما قويين ودائما شجاعين ومتحمسين ومنشطانين ودائما عملوا شي حاجة في الحياة ديالكم باش توصلوني لها وتفرحوا ويعجبكم الحل حيث احنا يا كاملين وصفا عما شكو ما كان اي واحد منك يخدم او لم يكيعمل شي حاجة في الحياة دياله وكيقدر انه يوصل لشي حاجة كيفراحوا ويعجبوا الحال وكيينشط وكيزيد يعمل بززف ديال الحاجة كيحس باللي ذاك التمارة اللي ضربوا رمشي ضربوا على الخوة وصافي هيكون سافد شي حاجة بعدها وفي نفس الوقت يعني ما قد ضرباش غير هيدا بوصافي حيث اش كتجيس صعيبة شوية لذلك نبغيكم تكونوا دائما قويين وتكونوا دائما شجاعين ومتحمسين ومتيأسوا منتشي حاجة واي وحدة عند اليدين وعند العينين را تقدر تخدم وغا تقدر تعمل بززف ديال الحاجة وتقدر توصل لأبعد الحدود ديال الحاجة اللي بغي توصلها خصو يكون عندك هاي العقل كيفاش تفكر وبالعقل تقدروا توصلون بززف ديال الحاجة ركاين الشحامل وحدة كتكون مكتخدم متاشي حاجة كي يجيوا مثلا بعد منهم كي يجيوا من فاس اللي هنا لطنجة وكيمشوا عند الخياطين مش يعير وحدة يجوا عند الخياطين وكي يقولون لهم اللي احنا يكن بتوعنا الخديمة اعطيهم الشغول وكي يديوا تبارك الله عرفتش حال كي يديوا الصيقان ديال الشغول وكيمشوا وكيفرقوهم على البنات وهو ما شلو كتكون الخدمة ديالهم هي انهم يوصلوا الشغول ويجيبوا الشغول وكيربحوا أتمينة يعني مناسبة رمكينشي شي وحدة اللي يجيك بالفاسح طلطنجة وتدي الشغول هيدا كوصافي باطن وكتكون هي ما كتخدم متى حاجة الخدمة ديالها هي المشي ومجي يعني كل واحد كي يخدم الخدمة اللي تلكو والخدمة اللي ترضيه ونزيدكم واحد حاجة ارى بالنسبة للخدمة ارى الخدمة نعمة اي وحدة مريطة بالاكتئاب تخدم والله ما تبقى مريطة ولا تحاجة اي وحدة عند شي مشاكل تخدم شي حاجة ما رزقاش الله بالعيال مزوجة وما عنداش العيال مرة تخدم الخدمة كتنسي الدنيا اي وحدة وقع لأي حاجة النصحة بالخدمة حيتيش الخدمة كتنسي الهموم ديال الدنيا ما كيبقاش عندك الوقت بالمرة واي وحدة كيطر لنعاس باللي لتخدم حيتيش الخدمة واح نعمل كبيرة اللي قليل اللي كيحس بيها واللي مجربة ارا غي حس بيها بالتأكيد حيتيش الخدمة ما كتخليك شي تتفكر ونزيدكم واحد حاجة اغلب يد الناس اللي كيجيهم طنسيو ومراطين مثلا نسا اللي كيجيهم طنسيو والسكر ودك شيء كتجبرهم قلسين غا في الدارة ما خدمين ما تحاجة اي معا مشاكل للعيال ودد دار وهذا ومعنداش فين تفرغ وقتا يعني وقتا كامل غير الدار وصافي كتجبرهم بسكينها هي جهة الطنسيو وهاي مريطة بالسكر وهي مضربات لا تأمرا لا تحاجة غير الخدمة ضد دار اللي كتديل الوقت وهذه هي رشي مدينا دليومة كيف جاتكم كانت منتكون اجبتكم حيتيش قلتو لك طبقوها لي وهانا طبقتلكم وشنو هنايا كان شويش دلجو في الالوان شنوها دلوين جا مزيون بززف غير تصوير شوية ماشي بحل حقيقة يعني مشي داك الورنج اللي مشاع شع شوية مبرد لجوريجا كنتمنى يكون اجبكم في فيديو ونكون خفيفة وضريفة على قلبكم وكنشكركم مرة اخرى على التعليق ديالكم اللي مزيونا ولي كتفرحني وشكرا بززف البنات اللي داخل المغرب واللي خارج المغرب واللي من جميع الدول كان شكركم بززف ومرحبه بكم والف مرحبه وشكرا مرة اخرى وبيبي مع السلامة الى فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة